مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ام بتبعي اقبل المبدأ لا تنسى مش تعملوا لايك الفيديو تساركوا بالقناة مش وصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة افاد رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطنة عسامة دردوري بان وزيرة العدل ليلة جفال اعلامته خلال لقاء جماعهما بانها اذنت للتفاقدية العامة بالوزارة بفتح بحث ايداري وسمعي في اختفاء محاضر عدلية عن السلطة القضائية واتلاف وثائق رسمية وكشف الدردوري في تسريح اذاعي بانه سبق وانتوجه قبل اللقاء بمكتوب رسمي لوزيرة العدل وطلب منها كمواطنة وكمتقاذ الاذن لمصالحها المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية في الغرض قائلا انا كمتقاذ تفطنت لاختفاء محاضر عدلية تخصني وذلك بعد التثبت من النياب العمومية وانا متأكد بانني لست الوحيدة معني بالامر ما دفعني الى مرسل الوزارة وقال عسام الدردوري ان ارتكاب مثل هذه التجاوزات يرتقي لجراء تمسم المرفقة العدالة وموجب لتتبع الاداري والجزائي كما قاعدين تسمع ذي كانت رسالة عسام الدردوري للوزارة بالاخص لوزيرة العدل ليلة جفال بعد ما اتشف انه ثم وثائق رسمية معناه في الدوسي في الدوسي متاعه تم اتلافها وبتبع قال اكيد لو ثم برشاء قاعدين يعانيهم الى حكاية هذية على ذيك اتواصل مع وزيرة العدل ليلة جفال كما قلنا وليلة جفال بتبع حل بحث تحقيقي في الحكاية هذية هسيلوا ما انت اقولش عليكم هاكم كون وصلنا الى نهاية الموضوع ما تسوش تعطوني يا رايكم على الكلم اللي قاعدين تسمعوا فيه وانو وصلنا اليوم مش ناوا قاعدين يعملوا معناه في القضاء فلوس كبيرة عباد قاعدة نحي في وثائق رسمية بش تاخو حق شكون مش تنهى بشكون حاصلوا كل من اخر عندكم منتوما وهاكم كون وصلنا الى نهاية الموضوع